مرحبا كلينيك بحلقة جديدة اليوم منطل عليكم فيها مستمعينا ومشاهدين عبر هواسط لبنان وبالصوت والصورة عبر vdl.me والapplication وعبر صفحتنا على social media voice of Lebanon 100.5 كثير الناس يلي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم شو هي الأسباب والتداعيات وخاصة على شريين القلب رح نناقش هالموضوع ورح نجاوب على كل تسائلتكن مع دكتور توني نعمي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيكم دكتور يعني متل ما ذكرنا بالمؤدمة انه ارتفاع ضغط الدم مسألة ما النهينة وبتأثر على الصحة وبالاخص على صحة القلب وتسكير شريين القلب هيك اذا بدنا نعرف ارتفاع ضغط الدم هل هو مرض وراثة ولا لا مبدئيا مبدئيا فيه نقول عنه وراثة لان عطول نسأل مريض اذا عندك حدا بالعيلي او لا نادرين يعني هلا اهم مش هيدا المهم المهم هو الضغط الدغط في يعطي كل العوارض من دوخ من تعب من ديقة نفس بس تنمشي من موت فوجيئة من سامول قاطر الصامت مهم دكتور نحكي عنا نعم ونفس الوقت فيه اثر على القلب ونفس الوقت تسكير شريين القلفي على الضغط يعني الضغط دغط من اكتر علاجه كتير بسيط علاجه كتير هايين شغلته كتير بسيطة الادوية تبعه بتحسن الضغط بتحسن غير شي بالجسم يعني هني هي القلب اللي عنده ضغط وفيه اله دواء لانه هيدا احسن دواء بحسن لأمون مشان هيك الضغط ومنس لوقات كتير مئزي الضغط فيه روح لك الكلاوي فيه عمل لك جلطة على الراس او نزيب الراس فيه عمل لك ماتفوجيه بانفجاب البطن او انفجاب شريين بالراس فيه عمل لك مشكلة بالقلب وفيه عمل لك مشكلة مشان هيك الضغط انسان مففوض زين ضغطه بالقليل مرة بالشهر اذا ما عنده اي شي بالعائلة اذا عنده اي عوارد خصوصا ديئة نفس بس يمشي خصوصا وجع راس خصوصا طنين دينين خصوصا دوخة كل هاو دي بس نحن طالبين زين ضغطه هلا المشكلة طبعيك انه المريض اللي عمره تحت الخمسين اللي بيعتبر حاوله بعد شاب خصة بعد الاربية والخمسين ما بيعترف انه عم بيكبر بس يكون عنده ضغط بده يجرب انه بلا داوة بده يوقف كل شي انا معه خصوصا بيقولك انا عملت ستراس وعملت ضغط طلا كان في عندي مشكلة سبقتني الطيارة كنت بسيفر خمسين وربعضهم بس انت لو ما عندك بالبعض ضغط ما بتعمل ضغط يعني انت هالستراس يعني بيكون ضغط فينا نقول نايم بمعنى تاني استراس او الحزن او الزعل او الفرح او التعب ما بيعلي الضغط اذا انت ما عندك ضغط بينما الرياضة والستراس والتعب والوجع في علي الضغط العالي في علي الضغط العالي لحديث لعشرين بس الضغط الواطي ما بيعلى فقط مش ضغط القلب. ضغط القلب بس يعلى مرة وحدة وبعدين ينزل انسان عنده استعداد ضغط هلا اذا انسان جسمه ضعيف اذا انسان ملا ملح بلا سكر حتى لو عنده وراتة بيقولك علي ضغطي مرة وتاني مرة بطل في ضغط مزبوط مش ان هيك في ادوي بتعطيه تتمنع الضغط يعلى وما بتقشر تلك ضغطيك لانه كمان هبوط الضغط مش منيح للمريض لانه المريض بيحس حالو داون. رح ناخد انا وياك اتصال دكتور. الو. 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 الصباح الخير. الصباح الخير. ايه. انا من اسبعين سمعت الدكتور عم بيقول انه في شريان اه قريب للمعدة وبينفجر وبيموت للمريض فاجressing. مش قريب للمعدة الشريان الاساسي اللي بيسمونه او. ما البطن هو طالع من الذكرى الت teaspoonات. بيطلع من القلب هيدا شريان الاوورد اسمه اوورد الطالع اوورد النيزاري seeing there are not ours. بينفجر اكتر شي بالبطن لعم البطن. طيب كيب انا اتحشي بس انا صارت حوالي ثلاث مشاكل عند نساء. بقلولهم ما اشبنا شي وروحوا يا اولاد عالبيت وخلص الا 12 بالليل بتلاقيها ماتت واحدة بالليل. مضروري مضروري من هيدا مضروري من هيدا مدام ايه. ايه. مدام خليني انا فنسو ايه. بس كلمة بعد. قل بتقلهم انتم مات يا عم يجعني. وبتروح عند حكيم صحة عمي. وبعدين بيشي فيها هيك. مدام. بدي اتحشي هالشي انا يعني. مدام. بدي خمسة وسبعين انا. الله يخليك. بدي اكتبه كيف بدي بدي اجيوب بيك. في اجيوب بيك? يا اهلا يا اهلا. شو عم تستقبلي حدا انا مبينة. عندك لك لك لك. لكن مدام بدي خبري خبري يا صغيري. هيدا الشريان اللي بنفجر مش عطول ما تفكر شغلي شغلة كتير قليلة ونادرة. طيب. مش انت تتجنب الشريان انفجر. اول شي بديك تشوفي ضغطك. ازا ضغطك منيح. الشريان لو في مرات ما بيخزي وما بيموت. ها واحد. اثنان. واجع معدة باللال. عند مرأ عمرها فاقل ستين سنة. خصة ازا عندها سكرة. فيكون دبحة قلبية من الشريان القلب. تعمل دبحة قلبية. واجع معدة باللال. فيكون ارحى عند مرأ. بتنزف ازا عندها مشاكل بالمعدة. ايه. واجع معدة باللال. فيكون عندك مشكلة بالبونكرياسة كتير كبيرة. او في عندك بحثة بالانفجر. مشكل شي انفجار بالشريان. احنا عم نحكي. عم نهتم بقصة هيدا الشريان. تتعرف ازا الشريان الاوتر اللي طالع من القلب ونازل بالرواية ونازل على البطن. ازا بيتعرف انه منيح. بتعميله سكانر. وبتعرف انه هالشريان منيح. بس هيدا الشريان حسابي حجوه بين الاربع او الاربع ونص. ازا كام متضخم. ما بينفجر ازا مبدئيا الا ازا الضغط عليه كتير. هلا في اوقات في امتيك بالاخير الاعمار بيدله. احنا كحكمة شغلتنا نحسن الحياة ونحسن طبيعة الانسان. انتي بدك تعمل سكانر ازا بدك تطني بلك لها الشريان. بس واجع المعدة فيكون دبحة قلبية عشريان اليمين بتعمل هيك او ارحى كمان فين روح الانسان. طيب شكرا. اهلا وسهلا فيك. اه دكتور ذكرنا نحن وعم نحكي عن الضغط انه بيقدي لفشل كلاوي. اه باي حالات و اه و كيف نتجنب هاي الموضوع? لايك متل ما بيقولوا يعني واحد انتبه اه انتبه اه انتبه عالشغل مش يماسير معك شغلة كبيرة. الضغط يوصل لفشل كلاوي بده سنين. اوكي. الضغط ينزع كمان الشبكي طبع ينزع الشبكي طبع الراس و بصير احيي ان الراس يعمل جلطة او يعمل نزيفة او بس بده وقت. هيدا الشي هيدا الدغط اللي بسمو القاطر الصامد انسان بيكون عميلة دغطه ربع درجة كل جمعة. ما بيحس انه عميلة. بيصير دغطه بس مكين دغطه بالاساس اتناعش عسابعة. اتناعش وربع عسابعة. اتناعش ونصع. مش عم بيشوفه. بيوصل الواقل بيكون يرفقات وعم شوفه دغط او بمستشفى عم بيزور شي صديقة وصديقة بيلاقي دغطه اتناعو عشرين عحضاعش. هيدا المريض هيدا بس هيدا بيفزع انه يخز اي شريان ميجرينه. خصوصا متل ما قلت لكم قبل انه انسان عنده عشرة كيلو متر. نعم. بجسمو. الا ما يلاقي الشريان في بقلبه اه دفكت صغير يعني شي نجز صغيري منا منيحة شي محل. هلأ ازا حظك منيه بيكون هالشريان المش منيح تحت الجلد. او تحت الشي محل في ضغطه اليه. اذا انفجأ ضغري بيسكل محلو. فان ديك عام ينفجأ في شريان منخار. نعم. بيعملوا زي في منخورهم بيفكروا حالو. حتى بالعين بتسي. بالعين بتطلع بس هيدا. هاو كلهم بسيطين. اهم شي ما ينفجأ شريان بالبطن او بالرأس. هاو دي اكتر الشي اللي حالات المأهل للموت الفوجائي بسبب الضغط. الضغط اهم شي نراقبه. نعم. والضغط اربطاعش ع تسعة الاو ام اس عالميا بتعتبرها نورمال. انا حسب المريض ما باعتبر هيدا نورمال. اهم. يعني ازا واحد ضغطه احضاعش ع سبعة كل حياته. صار اربطاعش ع تسعة وجه راسه. شو معناتها? عمل ضغط. طبع. تاني شي انا انا بخلي ما رجع طول على الاد لانه ازا واحد تعرض لاي استرس. دي ما هينا من احضاع عشعة سبعة للحديد السبعة عشرة ع التسعة اللي هي بعدها كتير سيفتي. بيضي سير من اربطاعش ع تسعة اتنين وعشرين. ازا في عنده شريين في عنده مشكلة فيه كمان. مشان هيك الشغل ايه العلاقة? علاقة الحكيم بالضغط. علاقة الحكيم بالمرض. علاقة الحكيم بالمريض. وكل مريض وريس تبعه. نعم. مشان هيك ما فينا نعطي اشارات عامة. بده يكون الحكيم كتير زكي مش بس داريس. كل عالم درس التناجحية وعمل خمس عشر سنة. بدك تفهم شو تبع المريض. المريض بدك تحميه. بدك اهمش الوقاية. نعم. وبدك تقنعيها المشكلة الكبيرة انه ياخد دواء. الواحد بياخد سبعتاشر شابة اعشاب. بيطلع اربطاعش رح سنة يجيب دواء من الجبل. وبينزع مدري شو ثلاثة اربعة خمسة عبرة صينة واخصصينة. عم يخد حب الدواء في علاية دراسي انوها منيحة. ابدا. بفضل. فهمتي كيف يفضل شاي الكارعون مع ببونج الاسفاختون. فهمتي كيف? انو مش حم مفهم شو بنزل الضغط. ادي هيدا الشي مفيد ولا اي حدود يعني? كيلو توم كيلو توم كامل. فهمتي كيف? اه انت ينزلك ضغط على نص حب الدواء. وتاني الشي فاس تاكله توم هيجي تجاج لحاله ياكل معي. دعتي ان لايتي ضغطك. بشين هيك ساكله توم مع تجاج رحنا. هيدا التوم بيكلو بالمطعم هيدا كلو ملح وما ينزل دا بعلي الضغط. طبع. هاودي التوم بتبعشلو. بس اكيد معنا ضد هالشي. توم والبريكولي. هاودي اوكي بيكتاكل بيكتاكل ترعي ستات ساعات حشيش تمشين. اكيد. انت كل شي مطلوب منك حب الدواء. في اندك سبتعشر نوع دواء بالقلب للضغط. مش انو ما بيقزو. ازا بتاخدين اربعين سنة ما بيقزو قد حبتان بنادول. ازا بتاخدين خمسين سنة بيفيدو. عم بقلك فيدالكاسترو دواء ضغط لاساسي اللي اسمو الكابتوبريل. اللي هو هلا بيعملوا منو كل ادوية الباقية. هلا في منو هي اخدو تا يشد وجه. مدال البوتوكس. كانت هي تا يشد وجه. هاد الخبرية بتشيد النساء. البوتوكس بيشيل العضلات. لانو شو بيعمل ها الكابتوبريل. بيعمل ريمودلاج دا العضلات. يعني عضلة القلب اللي ضغطة عيلة بيكون سمكة القلب اسمك من غيره. بلش قلبي ضخم. هيدا بيرجع حتى عضلة قد نرمال. الكلو ازا بيرش تنضرب هيدا بيرجعها نرمال. ازا في جلطات بالقناس بيحميكي منها. مش انهيك الدواء الكابتوبريل نعم عليها اهم دراسات بالزمنات. مش تلاتين سنة. وبين انه بيخفف الجلطة القلبية. نعم. عشرة بالمية. بيخفف الجلطة الالماغية تلاتين بالمية. بيخفف فوت عروبيتا. عم تعطي دواء يعني انا عم بيعطي له مريض ما عنده ضغط. مهم. هون بدوا نتجنبوا دواء الضغط. وبدوا نياخدوا حشيش او يغلو ولا اكادينيش روو تحت الاكاديني او شو بيعملو. دكتر في سؤال لما ذكرت عن الادوية انه في كتير ادوية او كلها مفيدة ولكن كتير اوقات اه شخص بيطلع ضغطه دواء معين ما بيفيدو انما بيفيدو دواء تاني. ام. على شو بتتكلو لاتغيرو دواء الموضوع. مسلا مش ممكن ضغط القلب يكون عيلي. ضغط الواطي يكون عيلي وينزى معك عدواء عادة. ام. بدك تاخلي دواء في بيتا بلوكون او كاليسيوم بلوكر. ما في مجال. شو ما عملته? هلا بتقولي لي اخذ هيدا دواء من هيدا بيزبط او باش بيجعي لها. بسي بسي يصير اي مشكي ما عبدو يعلم. نعم. زكيني شو على الاكل في شعراتي بهمة. بالنسبة للي انا هاودي هاودي دواء العالي. دواء الضغط العالي. اذا واحد ناصيح بيكون جسمه مليين ملح. تبي كلمة ملح هلا كتير مهمة. اذا مريد عم بياخد كورتيزان او اي هيدا بيجمع الملح بجسمه. هيدا ما في مجالي ينزل ضغطه. الا ما تشيريه الملح من الجسمه. لو شو ما عملتيله. مهم. بدك شيره ايه? بي دواء يتشيريه الملح. اكيد مش عطوك. الدواء اللي بيشير للملح يعني هم متل لازيكس المشهور يعني. طبعا بس يعبد جسمه. هيدا دوز خفيفة. دوز خفيفة لانه عدوز كتير قويه. طيب هلش يعمل سكري. طيب هلش يعمل سكري. مش هلدوز خفيفة اتناعش فاصلة خمسة للنقطية. اتناعش فاصلة خمسة بده ميت سنة ما بتنزع للك ايه ولا شي. ولا بتعمل سكري. ازا واحد عنده استداد للسكري بزيتش اتنام بالمية. بس في شغلة كينه مهمة. الاسف الاكل اللي مناكله. وين ما اكلته شو ما اكلته في ملح. مم. كل هالمواد اللي مناكلها بالمطاعم كلها الاكل الطيب. هيدا كله سوا زبدة مع ملح مع بها ريب. طبعا. بيقول لك انا قاعد بلا ملح ابدا. ما برش ملح. ما عم تضطري ترش ملح قدما الاكل كله سوا ملح ومحفوز. مشان هيك. انا ما بيهمني انا انه عم بيكو ملح ولا لا. الا ازا عم بيكو واحد بفات عم بيضبف عنده بالضلع. ايضا غير شي. ايضا المريض بيكون صحي. مشان هيك. دوا حسب جسم المريض شو في بقلبه. ازا في بقلبه مي بيكتر في دوا يشيل المي. نعم. بس اجمالا اجمالا هون بتبين شطاط الحكيم يعني مشان هيك انه. بعدين اهم شي ما تعمل ياخد عشرة حبة الدوا بنهار. نعم. فيه كده. يحب يصب حبة عشرة. فيه كزا دوا. رح ناخد اتصال دكتور. الو. 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 بدي عزبك توتي صوت الراديو حدك او حديك? الو. مجرور حكيم. بس يسألك بس اه دكتور اه بالنسبة الكونكور اه اه مزبوط بيعمل عجز جنسي ولا خبرية بيحكوها? لك ما في دخان بالا نار تعرف ايدي ما في دخان بالا نار. مش هو بس تبيعمل عجز جنسي. اول شي حسب الدوز. 2.5 ما بيعمل شي. تاني الشي هو الكونكور يعني شي واحد بالمية او اتنا بالمية زياد يبقس عن غيره. العز جنسي بيجي بيجي عن يد عن يد اه ضغط ضغط الانسان يعني الانتصاب عند الرجال الو علاقة بضغط الدم بقلب العضو الزكري. كل ما يكون الضغط عالي حيكو الانتصاب احسن صح ولا لا? هالشخص بيكون ضغطه عالي بيقول انتصاب عنده ماشي الحاله وفكر حاله وفهمت كيف يعني ابو زاد لهلالي. بس ينزل ضغطه شو بدو يخف الدم عن هالعضو بدو ينزل شوي الانتصاب. هالانتصاب بيخف وقتها ينزل الضغط مش من الدواء. هلا في ادوية بتقزي على مدد طويل اكيد. قصة ازا بيت تابلوكون القديم من نون سيلكتيف. البيت تابلوكون في عندك سيلكتيف ونون سيلكتيف. الكونكور والنبيلات وهودي العيال هايدي نون سيلكتيف وما بتأسر اجمالة مباشرة على الانتصاب. الانتصاب له علاقة بدغط الدم اللي كان عينة وبيوطة. هلأ بصي وتدغط الدم مزبوط بيخف شوي الانتصاب عند الرجال بس بعد فترة بتعود على هالضغط الدم المعين وبيرجع الانتصاب متل اول واحسن. الا ما تنسى انه كمان في شغلة كتين مهمة. الدغط بيش اجمالها بعد الخمسين. وبهالعمر بهالعمر بيكون في مشاكل جنسية غير. غير المزل في سكرة. غير ازا الانسان اا يعني حتى ازا عم يدهر مارتو بجوز او حسب النوع للدهرات طبعا ومانا نحكي فيها شوي بعموت عموما لانه بدك كمان تقنع المريض. يعني مش كل شي بطل مثل الشاب تلاتين سنة لي وان ما راعة بيروح ويكسدر ويشوف بشوفش دنيا غير شي احلى. لم. مش انك هاودي ما نحطهم كلهم بالاحتوان. مش هو الدواء اللي بيغير الامور. ازا افتكر انه الدواء بيغير الامور تحت كمان ما هيكلة شغل اللي العلاقة بالراس. هاودي شغلات المريض بدو ينتبهلون. تاني شي تير اهم من هيكل. المريض اللي عندو اللي عندو مشاكل جنسية بنعطيه حب الدواء خمسة ميلي جرام كل يوم. بصير عطول كتير منيح. في مرضى انا بتأكد ما عندو شي لابل عندو سكرة ولو عندو دخان. بطيهم دواء اه ماشي بقلبو ماي. اهم. بس معنويا بصير قوية. اهم. بكون عم بيخضر. لانه بيكونوا خايفين. هوا دي كل العوامق اللي علاقة بالخصوصة ما ننسى انه المريض اللي عندو دغط بيكون عندو اجمالة مشاكل تاني. اهم. يعني هيدا المريض دجاقل هاي المشاكل كلها مجمعة بعضها. ونازلي مركزي عز السلامة مشان اه توقف له شو اسمه. ده بدي. نحن استمع انا ويك دكتور لرسالة صوتية كمان. صباح الخير اليك ولا الدكتور انا بدي اسأله. انا بعيني من الضغط. وعطول بيعملي وجه راس هك بافراسي. وعم بيخد اروي الكابروفال تلاتمية على تناشر ونص والاملور. وفاسترال. بس الكابروفال ما عملقي دائما. اه بيسوى اني اخد الاملور حبه بالنهار. اه لانه كنت عبي اخد اروفال وعبي اخد الاملور والفاسترال. بس سؤال اذا تريد لانه ما عملقي الادوية الحمد الله. اول شيء اروفال غير الاملور بك تاخد اكيد فيك تاخد حبه حبه اعجيها لو على القطعة بتجرب ما في مشكل. الاملور الخمسة ميلي جرام فيك تاخد عشرة بنها. الاملور عنده مشكل صغير كتير بمورم الاجران اوقات. بعمل شوية بس جمال عنده دوك عملي كيل ميه وكيل سيفتي. الاملور ازا انت بحيجي لقل له زعضة القلب عندك سميكي ما فيك تستغني عنه في كزا دوة متلو. في بالسوق اللوزانات في 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 كزا واحد الا ما تلاقي متلو. هاي العيلي مش هاي العيلي لاساسة كابتوبريل بالزميل كنا عم نحكي عنها. هيدي مش مش ممكن تنقطع. اوكي مشان هيك انو انا تفضل تجيب الدوة هيديك او تراجح حكيمة. ما بعرف لاش عم تاخده بس بنعطيه اذا واحد عنده تسكيل بشرين الف بس بنعطيه لو بما كنا عملنا الوتيميل. ما بنعطيه عطول هيدا عم تضحق دوة عالفاضة لانه دوة كتير منيح هو الكوربازال والمونوثانج هيدا بنعطيهم بما كنا عملنا ميل وصلحنا سبب السبب وجع الصدر او سبب الانسيدات بالشرايين. مش انهيا كده ما بنعطيه عطول. اه دكتور شو الفرق بين العادة والكونكور اقام. اي متى بنعطي هيدا. لا الكونكور العادي هو بس بقلبه بينما الكونكور اقام في بقلبه املور كمين. يصير دويان. بس ايضا زلمي عم بياخد او 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 اصار في دوة مسلا اسمه في بقلبه او او قد بما تأتي حبتان دوة للمري بتأتي حب لان بس تعطي حب الدوة فيها دويان بتكون تصوري مع انو الدوان بيكونوا قلب بعضهم. بتكون الفي اقوى. الفي اسبت. الفي سيجوندير ازا عنده الدوة فيها بصير اخاف. نعم. يعني تصوري المعلم لور بس تعطيه بورمه الاجران. ازا بتعطيه مع دوة تاني فرد حبه بيخف ورمه الاجران. هاي بيسموه السينيرجي ميديكا مونتاز اللي كتير بتفيدنا. زيادة عنو المريض مش سترس عم بياخد كل وقت تحبي حبتان ثلاثة يفهم دي كيف. نعم. نعم. ضوة ضغط احسن ناخده من عشية ازا ازا ما في مشكلة. اوكي. دكتور هل ارتفاع ضغط الدم له تأثير مباشر على عضلة القلب? اكيد. اكيد مش مباشر مع الوقت بس. يعني انتي تصوري عضلة القلب عم بتضخ دم عضغط عالي. شو بتصيه? بدت شدت تطلع الدم. شو بتصيه? متل واحد عم يعني عم بيرفع حديد. بدت تضخن. بس تضخن عضلة الدم مش تضخم قلب. تضخم قلب يعني معنات القلب بلاش يشتغل ويكبر ويصير اه اه اخفت. بينما تضخم اه هيدا تضخم القلب. بينما السماكة عضلة القلب بيسموها ايبارتروفي. هايدي الا علاقة مباشرة من الضغط. فهمت كيف? نعم. هايدي بتصيه بتضغط العالي. هلا في نوع تاني ايبارتروفي هدا بيخلع عند العالم هيدا لسبب الموت الفوجيئي عند الرياضية. هيدا بيكون عندك باش شقفة من العضلة القلب سميكة. وبتسكر عالصمام الاورد. هو عم بتطلع الدم منه. هايدي مش هاي كل واحد رياضي. بديو عمل رياضة قوية. هيعمل هايدي الصورة الصوتية ضرورية. عشوف اللي عنده ايها ولا لا. نعم. هايدي قليلة الحمد لله بس موجودة. ممنوع تعمل رياضة كيلة قوية. متل فوتبول متل تانس برو متل اي رياضة كيلة قوية. احنا اخد اتصال. الو. الو بونجور. بونجورين. اه يعطيكم الف عافية. الله يخليكن. بي احكي الحكيم. بونجور حكيم. الله يخليك. اه انا ما رغب بشتغل. اه مني قاعدة بالبيت. بشتغل برة وجوه. بس انا ما عندي واجه على صدر. بس ما في بقى اطلع الدرج. ما انه شغل البيت انا بعمله. ما بجيب حدا. يعني بشتغل بيدي. بس هلأ هالفترة اللي ثلاثة اربعة شهور. اه اذا بدي اطلع طلعها اه بتعب. ما في اه امري واحد وستين سنة. ناصحة. اه 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 وزني سبعين. اه اه اول الشي بدك شوفي ضغطك. اه انا عم بيخد كونكور دو فرقل سنك ام. وضغطي ما عم بيطلع بزينه من فترة لفترة. بدك شوفي ضغطك. هلأ بتخلي رأي من تحت الهواء وتودي لي واتس اوب بدون ما تجي لعندي بتختيري ضغطك ادي عم بيطلع ايدي ع ورقة ونبضك. لانو بركي ع الكونكور. هلأ انتبقي هاودي في كزا في كزا احتمال بهالموضوع. اول احتمال يكون نبضك واطع عم بيوطلع على الكونكور او ضغطك كتير واطع وضغطك كتير عالي. من هيك بكت ايدي ضغطك ونبضك ع ورقة. تلات مرات بنهار تودي ليون. هايدي واحد. اتنين. ازا وزنك مش زيت هايدي شليها لانو وزن عندك سبعير اكيد مقبول. ثلاثة اهم شيء اهم شيء. بدي خبرك خبرية بديك انتبهولة كتير. ان واحد ازا معوض يمشي كل يوم. ازا واحد معوض عضلاته يمشوا ع كل يوم ويشتغل بتشتغلي بالبيت بنفس العضلات. بس تطلعي درج غير نوع عضلات اشتغلت. هالعضلات بتاخد دم اكتر بتحسي بها دقيقة. ازا انت طلع ما بك الشيء. وفي شغلي رابعة بتنتبهي لك عمي فقر الدم بيعملك. ازا عندك فقر دم بيعملك. هالاربع شغلات. لك فقر الدم وضغط ونبل. ازا كانوا مناح. بديك تهتمي انك انت نوع من الرياضة انك تسير تطلعي وتنزلي عضلات كل يوم. مرتين ثلاثة تتعود على اليوم. لانه بدي اتيك كمتلك ازا واحد عم يلعب في فوتبول. بيكون من اهم لقيته ضوء بالعالم. ازا بتلعبي تنز مع انه بدي اقل. ازا بيخلق انوية عضلات. بدي انافسه. او بيضعب شوي عكتا من غيره. هيدي شغلي. شغلي تاني ازا في ملح بجسميك. بس اللي بهموني انا ضغطيك. بنبضيك وفقر الدم. بعمل فحص فقر دم حكي. فحص فقر دم. ما انا عاملي فحص جديد اليوم بيعطوني النتيجة بودي لك ايه. ودي لي ايه لي اكيد. ابو ديك انا رو اجيبه. بيرسي الله يخليك اكيد. شكرا على الاتصال. اتصال جديد. الو. الو. تفضل انت على الهواء. ايه صباح الخير ديكتور. اهلا. بدي ايه اسألك دكتور انا عندي ضغط. ضغط الوطي عالي والضغط العالي عالي. هلا اه عن يدي حكيم اخدت التوينستا. مم. بس سؤال دكتور فيد دواء عوضا عن التوينستا لان او اتبير فاد. في كزا دواء عوضا عن التوينستا بس توينستا نزل لك ضغطك الوطي. نعم. توينستا نزل لك ضغطك الوطي. ايه صحيح. اديه صار? اديه صار? صار التسعة. اه يا بعده شوية عالي مش ناك اهلا كنا عم نحكي. توينستا دواء كتير عوضي. بس هيدا ما بيو نزل لحضو ضغط الوطي. على التسعة بعتبره عالي. اكيد في محل له كتير. اه في محل له كتير في متل ما انت لك اللوزانات في زيوريل في ال ابروفيل. اه في كزا دواء منه. في كزا دواء. في في راميبريل. كل هاوضي العيال يلي مش نفسه بس قريب عليها. وفي ان يخد منه. فهمت كيف? هيدي شغلي شغلي تاني. اه بدك تأتي معه شوية صغيرة اه تينزل ضغطك تحت التسعة. بس اكيد في دواء محل له. دكتور? في كتير ايه بعد ما نقطع انا لو مرة من ضغط. ولا مرة. كمان اتصال. الو. 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 راح الاتصال. اه دكتور لما بيكون شخص عنده ضغط الواطي اه واطي طبيعي. ولكن ضغط العالي عم يطلع. بياخد دواء لفترة ولكن هالضغط ما بيرجلش. شو بيكون المشكلة من الدواء او في اياه فحصة. اذا ضغط العالي بس عالي. بدون ضغط الواطي. اول لديك الاوجير بتعمله هي. ازا بيخو ادوي للوجه بتعمله هي. ازا بيخو البحصة بالكلوي بتعمله هي. ازا عندو كيس بالكلوي بيعمله هي. ازا عندو سكيل بشرين بالقلب بيعمل هي. فانت كيف? بدك تفتش واحد وردتاني حسب المريض. ازا بيجي هالمريض عندك عمر تلتين سنة. بيكشوفي اول شيء الكلاوي والباحص بالكلوي والكس بالكلوي. اذا تيجي مريض زلمي عمره اه خمسة لستين سبعين سنة. وعندو سكة ده بتفتشي عشريان بالقلب. مم. كل مريض شكل حسب العمر. بس كل هالا قد تليك يوم مش انه انه هينين تصيروا بس شو في المريض. مش حق المريض بيوحيلك شو بو. طبعا تجي. بشن هيك بتكشوف شو كل مريض مريضه. نعم. اه شو عم اول شي بكسأل المريض في خمسة. شو عم بتاخد دواء عندك بالعائلة بضغط. وآآ شو بتاكل اديش وزنك. هادي بتشوف يوم كل نصة بيهني بيدروكي. نعم. فهمت كيف? رح ناخد اتصال. الو. 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 بدي عزبك تواتي صوت الراجو. نعم تفضلي. اوكي. بونجور. يا هلا تفضلي. بليز مع انه بعريف. انه هيدا مش اختصاص دفتر نعمة. بس بليز بدي اسألوا للسؤال اذا بفيدنا. اه انا باخد ادو يكوليستيرال وضغط. الحمد لله مراكم جيد. بس المشكلة وين? ما عم بعرف السبب. لاي اه اه اجرية مش قعوب اجرية. بيهبوا نار. يعني انا ما في يقلبس كلان او كالسير. يعني بس تطلع الشامس خلاص انا ما في. عندك عندك. لا ما فيش ولا اي حاكم عظمه وصلة اه حل معه. شو بيكون السبب او شو الحل? اه الحل تنزلي عالبحر بس السبب هنا بخبرك يا لايكي. عندك عندك سكري انت? لا ما في سكري. الحل انه انت اول الشي اكيد هيدا الفريز بالاجرية اللي بيعمل هيك. بيتان بالمية. بدك تعملي صورة للفريز سبع اجريكي. لانه الفريز سبع الاجرية بيصير الدم يجمع تحت والدم هو اللي بيعطي حماوة. عندك شغل تاني بتعمليون. اول الشي ما فيك تلبسيكولون فهمنا. بس تكوني قاعدة بالبات ممنوع تقاعدة بك ترفعي اجريكي. واهم شي ما توقفي كتير تمشي. وتاخدي دوة للفريز واذا فيكي تلبسي بالشاتوي كولون فريز. لحيخفو سبعين بالمية. لأسف الفريز ما قلو دوة كامل. نعم. بس عملي صورة صوتية لشرين الاجران. لحتلاقي ان الفريز عندك لقلو عليه على العظم ولقلو عليه عشيب هات الشغلات. شكرا لك دكتور توني نعمي على وقتك وعلى كل الاجابات على تساؤلاتنا وتساؤلات كل المستمعين والمشاهدين. شكرا لكم مستمعينا ومشاهديننا. نلاقيكم بكرة بحلقة جديدة من كلينيك. خليكن معنا دايما عبر صوت لبنان. اشتركوا في القناة